نعم كما ترين في هذه الصورة الآن هذا القطار وصل من نقطة حدود شوب الأوكرانية ترين في الصورة هؤلاء الشرطة ورجال الحدود يتأكدون من صحة الأوراق وجوازات الصفر وما إلى ذلك هذه القطارات تأتي لذلك مستمرة بعد ذلك إذا كان هناك احتياج لختم هذه الجوازات الصفر يذهبون إلى منطقة قريبة من هنا ومن ثم يتم بعد ذلك تعامل معهم مباشرة وتقديم الرعاية المختلفة ربما في المشهد بعض العائلات الأوكرانية التي بدأت في النزول من داخل القطار هذه أول نقطة يصلون فيها إلى الحدود المجارية تعامل مستمر وسريع هذا ربما القطار الثاني الذي يصل اليوم والآن يذهب رجل الشرطة مع هذه العائلة سيتوجه إلى المركز الرئيسي للشرطة والجمارك وظروف الهجرة ومن ثم يتم ختم هذه جوازات الصفر إن كانت سرية فلا مشكلة إن لم تكن سرية فيتم إصدار وثائق مؤقتة بالنسبة لهم مع بقية الإجراءات المشهد كما ترين عائلات بدون الرجال كما هو المعروف من سن ثمانة عشر إلى ستين ليس لهم الرجال ليس مسموح لهم بالخروج من أوكرانيا وبعد أن يتم هذه الإجراءات مباشرة يتم مقابلتهم ربما ترين بعض الأشخاص الذين يقفوا الآن وهم من المتطوعين الذين يقدمون الخدمات المباشرة إلى أن يدخلوا داخل هذا المقر المؤقت ومن ثم إن أرادوا أن يخرجوا ويذهبون إلى المركز الرئيسي في مدينة بوتابست العاصمة أو البقاء في منطقة زهونية وهي منطقة صغيرة وخدمتها أقل لكن على الأقل هم بكامل حرية في التحرك سترين الآن هذه مجموعة أخرى تأتي بالفعل أنهت إجراءات السفر أنهت إجراءات الدخول إلى أوكرانيا الكثير من الأطفال وهذه مشكلة كبيرة كالعادة لأن هؤلاء الأطفال منهم الكثير من هو يتيتم وما إلى ذلك رعاية الأمهات من الصعب عليها نعم بالفعل كما ذكرت هناك بالفعل أكثر من حادثة وأكثر من شخص تحدث إلينا من خصوصا من الأفارقة أو من ذوي البشرة الصمراء أنه هناك أولوية دعينا نقول أنها ليست عنصرية أولوية لمن هم من الأوروبيين أو من ذوي البشرة البيضاء وهذا كما شرح لي أحدهم قال لي أنه هو يعطيهم كل الحق في ذلك ولكنه كان على مضد أن يقول أنه تعرضوا لنوع من العنصرية لكن منذ قليل كنت التقيت على الهواء مباشرة من شخص نيجيري طالب نيجيري كان في ولاية سومي الذين بقوا على مدار الحرب التي بدأت إلى أن جاء الصليب الأحمر واستطاع أن يمرر ويوفر لهم حافلات لنقلهم إلى منطقة الحدودية لكن هذه مشكلة متصاعدة وخصوصا أنها وجدنا ليس فقط من داخل أوكرانيا بل أيضا من بعض وسائل الإعلام الغربية للأسف الشديد ويتحدثون بكل رحية أن هؤلاء من الأوروبيين المتعلمين وما إلى ذلك وكانهم ليسوا إلا استثناء وأن من كان يأتي من منطقة الشرق الأوسط تتحدثوا من الشرق الأوسط أو من المسلمين أحيانا تحدثوا بهذا وهذا شيء بغيد لكن هنا في المجر لا نجد هذا على الإطلاق ويجب أن نذكر ذلك هنا المعاملة مختلفة ليس هناك تفريق بين أي بشر لكن هذه ظروف الحرب لا أحد يستطيع أو يتنبأ كيف ستكون المعاملة بين مختلف الأشخاص حتى بالنسبة لمن سيستقرون بالمجر الخدمات هي نفسها مقدمة لمختلف الجنسيات؟ بالفعل بالنسبة لمن سيبقى في المجر هناك المجر تتبع للاتحاد الأوروبي ولكن لديها برامجها الخاصة أيضا سواء من الحكومة التي دعت أن تعطيهم تأشيرات لمدة ثلاثين يوما أو لثلاثة أشهر ومن ثم يستطيعون البقاء أو السفر إلى الدول الأخرى إن أرادوا البقاء يتم إعطاءهم إقامة مؤقتة لمدة عام وبجانب هذه الإقامة يتم إعطاءهم رقم قومي ويدخلون في المنظومة الصحية التابعة للبلد ومن ذلك يستطيعون العمل مثلهم مثل غيرهم إن أرادوا وأيضا يتم التوفير ذلك على مدار ثلاث سنوات يمكن أن يتقدموا باللجوء السياسي أو يكونوا من المواطنين التابع للاتحاد الأوروبي بحسب قوانين الاتحاد الأوروبي لكن المرجر لديها وضعية خاصة جدا هي تريد أن تستفيد منهم وتريد أن لا يكونوا على المجتمع أو على دفع الضرائب ومن ثم سيتم توفير ذلك وأيضا بجانب ذلك هناك خدمة جديدة من الجامعات المجرية تريد أن تستوعب أي طالب كان في أوكرانيا ولم يستطيع إكمال دراسته بطبيعة الحال بظروف الحرب يمكنهم البقاء هنا والاستمرار في هذه الجامعات بلغات مختلفة أكثر من مائة لغة يتم توفيرها لهؤلاء الدرسين